هاو كين كتاب نطلب من الإخوة على جلب الشي قرأه موجوده ربما بلغات واحدة أخرى التطهير العرقي في فلسطين وهذا مؤرخ إسرائيلي هو اللي كتبه مش مسلم وكين كتب أخرى كين كتب أخرى يقدر الواحد هو أنه يطالحها ويقرأها وكتب ذرا موجود على الأنترنت تقدر تحمله من خلال الأنترنت رأى كين مواقع والله ذيك كين كتب واحدة أخر قريت منه هذه الأيامات تقريبا نص هذا كتب واحد من الأرجنطين والكتاب هذا مترجم في مركز الدراسات الوحدة العربية يمكنكم أنه تلكه كتاب فيه 158 صفحة يقدر الواحد يقرأها في نهار ها هو المركز الدراسات الوحدة العربية الصراع العربي الإسرائيلي مئة سؤال وجواب يعطيك فكرة فكرة حول الاحتلال حول طرقم تعل الاحتلال حول هذا الصراع التجذر تاعه أهدافه شكون اللي يقف وراءه الاتفاقية اللي داروها يحكيك على القضية انت على الإرهاب القضية هذه انت عموا عادات السامية فيه يعني أسئلة مختلفة وهو يجاوب عليها لجل باش يعني تكون عندك نظرة منقولوش يعني شاملة مئة بالمئة ولكن عندك فكرة حول هذا الصراع المتجذر بين العرب وإسرائيل ترجمة نانسي قنقر